عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لقاء للإطمئناني على توافر أرصدة السلع الأساسية خلال هذا اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الحفاظ على استمرارية المغزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تمت إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية في ضوء التكليفات الرئاسية وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكمية الملائمة